نيجي نروح بقى لكده دي اخبارنا بالنسبة للشأن الابتي المصري هنروح لقبتي الشرق الاوسط والعالمي وللأسف الشديد انه احنا يعني بنشوف الحقيقة ممارسات غريبة بتتم دائما يعني في بعض الدولة الاسلامية والحادث اللي معنا النهاردة من اندونيسيا فالحقيقة تم جلد 11 شخص بينهم نساء بتهمة مخالفة الشريعة الاسلامية والشرطة قالت ان هي قامت باعتقال مجموعة المكانة من 6 رجال و 5 نساء في وضع عاطفي معين وهو ما يجرمه القانون المحلي وبناء عليه زي ما انتم حضراتكم شايفين الخبر ده من لينجا وزي ما انتم شايفين كده هذا الشخص اللي ظهر بهذه الهيئة وهو بيقوم بعملية الجلد الجلد تم 11 رجل وامرأة في قليم تشي اندونيسيا بعد اتهمهم بمخالفة الشريعة الاسلامية في موقف انساني اخر للبابا فرانسيس زارة راهبة مريدة خدمت 40 عام في الفاتيكان حيث اجرأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زيارة مفاجأة الى المقر الاقريمي للراهبات بنات المحبة للكديس منصور ديبول في روما التقى بالاخت ماريا موشي وهي راكدة على سرير الشفاء بعدما قمضت سنوات عديدة 40 سنة في خدمة الحبر الاعظم ونزلاء بيت الكديسة مرتها في الفاتيكان الاخت ماريا روزاريا مسؤولة المقر الاقليمي قالت ان البابا فرانسيس دق جرس المدخل ببساطة وقال انه هو عايز يدخل ويزور الاخت ماريا الراهبة اللي عملت لحوالي 40 سنة في الفاتيكان وقرست حياتها لخدمة الكديسة من خلال العمل المتواضع في المطبخ واوضحت مسؤولة المقر الاقليمي بان الراهبة اللي كانت في الاستقبال لم ترسوا رجلا مرتدي او بلابس بيضاء بينزل من السيارة ولما فتحت الباب تفاجئت برؤية البابا فرانسيس ليتملكها تأثير كبير ومشاعر قوية واشارت الى ان كلوب الراهبات جميعا لا تزال تنبط بالفرح والامتنان العميق للبابا فرانسيس على هذه الزيارة المفاجئة وفي السويد تم ادراج طائفة دينية جديدة رغم معارضة الكنيسة حيث ادراجت السويد لاول مرة مجتمع عبدة الشيطان او الشيطين كطائفة دينية جديدة في البلاد ده يمكن برضو زيان بقول لكم موضوع الكنيس اللي بيتحاول نشاطاتها والكلام ده كله في اوروبا للأسف نتيجة للحرية المتعرف عليها في كل القوانين والدستير الاوروبية بتلاقوا هذه الامور بتحدث بكل كده بساطة يعني تلاقي حد مجموعة كبيرة مجموعة جديدة كده بيعملوا اي حاجة ويقول لك احنا عايزين نسجل نفسنا كمجموعة دينية بيتم استمح لهم وذلك في اطار الحرية للأسف المهم طبعا كانت الكنيسة عرضت بشدة انه يكون في حاجة زي كده واسمها مجتمع عبدة الشيطين وانها تعتبر يعني تبقى جماعة دينية لانه طبعا الكنيسة تعتبر الشيطان رمز الشر وعدوه الانسان الابدي فانت كده بتتكلم ازاي انه ده يكون طائفة دينية وفقط للأسف كافة السلطات القانونية والمالية والادارية في السويد على اضافة هذه الطائفة بشكل رسمي بعدما اتمت الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك كتنظمها للصلاة الدينية وجلسات التأمل وتقدمها خدمات دينية متفاوتة نهيكة عن امتلاكها اسما لا يتعارض مع الاعراف الحميدة والنظام العام للبلاد تخيلوا يعني انه حتى الاسم ما اعترضوش عليه للأسف المهم مجتمع عبدة الشياطين كان تم او بيترقصوا زوجان سويديان هما ايريك وجيني هايدن او هيدن من ستوك هولم وهم استاذان اكاديميان في تاريخ الافكار واللغات بانهم لا ينتميان لمن قريب ولا من بعيد لاي حركة دينية ولكن زي ما بقول لكم قوانين الحرية وانه دائما ما بيكون الحرية لها مزايا ولكن طبعا على الجانب الاخر بتكون لها اضرار وعيوب اما في استراليا فمازال موضوع قانون الاجهاد الاجهاد عفوا بيحظى رفض لدرجة انه كان في مسيرة حاشدة امام البرلمان الاسترالي لرفض هذا القانون زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي باستراليا وعضو المجلس التشريعي لولاية نيو ساوس ويلز كان رتب مسيرة حاشدة شارك فيها مئات المتظاهرين امام برلمان ولاية نيو ساوس ويلز وسط مدينة سيدني بحضور عدد من السياسيين وعضاء البرلمان وقادة الكنائس او ما ينوب عنهم ضد مشروع القانون المثير للجدل والذي من المقرر التصويت عليه بعد عدة ايام من جانب اعضاء برلمان الولاية وبموجبه يتيح هذا القانون باجهاد النساء الحوامل لمدة تصل الى 22 اسبوع حتى لو هم حوامل 22 اسبوع ممكن يتم الاجهاد يعني قتل جنين باختصار طبعا يعني موضوع قانون الاجهاد والقوانين اللي بتسمح بالاجهاد اصارت الجدل في الفترة الاخيرة بشكل كبير جدا في اماكن كتيرة حول العالم سواء امريكا استراليا كندا ويعني ربنا يرحمنا ايضا من هذه القوانين اللي هي بتعتبر بيعتبروها بعض الاحزاب او بعض السياسيين ان دي في اطار الليبرالية وفي اطار الحرية ولكن يعني لا تعطي يعني ما بيعتبروهاش ان هي قتل يعني لروح او لجنين بكده دي مخبارنا بالنسبة لمسيح العالم والشرق الاوسط